موسيقى سبحكم بالخير يوم الجمعة 28 نيسان أبريل اليوم الأمر مرافقنا عن برش هوائي برش الجوزاء والأجواء رائعة للأبراج الهوائي مواليد برش الجوزاء الميزين وكذلك مواليد برش الدلو كيف رح بيكون نهارنا منبلش مع برش الحمل؟ بالنسبة لألك اليوم مولود برش الحمل بعتبر هيدا نهار سريع الوثيرة يعني هيدا نهار ما بيهدى فيه مولود برش الحمل من تلفونات من زيارات بيحط حاله بمكان بيلاقي حاله مكان تاني ما بيهدى أصلا أنه أنت اليوم متنشط ونهار منه لحاله حافل بالمسؤوليات الحلو بهيدا نهار أنه اليوم مولود برش الحمل يتمتع بقدرة على التعامل والتكيف مع كل الأمور ألوفر حظا اليوم موليد 6-7 و 8 نيسان أبريل بنت إيه لأبرش الثور؟ بالنسبة لأبرش الثور اليوم هيدا نهار بيخلي مولود برش الثور فعلا يفكر بحاله يفكر بموقعه يفكر قديش هو قادر أنه يعطي قديش قادر ياخد شو بده شو بيستحق هل يترى هو في الموقع المناسب هل يترى هو في الموقع المناسب لأله وللي صالحه الأجواء اليوم أيضا يمكن تحمل امتحان ما لمولو برش الثور فإذا أولاد تكون عندهم اليوم امتحانات رأبون كذلك إذا عندك اليوم مواعيد لازم تكون حاضر الموليد الأنشاط موليد نيسان أبريل أيضا الأوفر حظا 10-11 أيار مايو بنت إلا برش الشاوساء بالنسبة لبرش الشاوساء بيعتبر هيدا نهار أنا بيعتبره جيد لأنه الأمر ببرشك اليوم وبكرة الأمر الموجود ببرشك مولو برش الشاوساء بيخليك تستقوى على حالك بيخليك أنت تستوعب الأمور مثل ما هي تستوعب الأمر الواقع ويخليك نوعا ما أنك تقرر تحسم مسألة تكون أنت مبادر عارف حالك شو بدك عارف حالك شو بدك تعمل الأجواء اليوم بيعتبره لي مولود برش الشاوساء ممتازي لكن انتبه هيدا نوعية الوقت ما معناتك كل يوم في عندك نفس الإيجابيات اليوم وبكرة احتمال أنه تسمع جواب لمسألة كانت عالقة هلأ الجواب إيجابي أو سلبي ما بنعرف لكن في حسم لبعض المسائل أما إذا كنت من موليد 24 إلى 28 أيار مايو كون حذر انتبه من السرعة ومن المجازفات كليا بنتقل لبرش السرطان اليوم عند مولود برش السرطان فيه هدوء اليوم فيه رواء رواء من ناحية الأحداث يعني ما فيه إيفنتس اليوم بالعكس حتى إذا أنت على جدول أعمالك فيه إيفنتس حطتهم مشاريع احتمال أنه ما يزبطوا أو يكتملوا مثل ما أنت بدك ألا جواب عند مولود برش السرطان اليوم خليها خفيفة ما تعلي سقف توقعاتك لحتى ما تخيب أمالك انتبه من التأخير وخيبات الأمل والمشكل النسبية اللي بعتبرون أقل حظا من غيرهم هني موليد شهر حزيران يونيو من تألا برش الأسد مولود برش الأسد ما بينخاف عليه اليوم مولود برش الأسد قادر أنه يكمل الأمور على زوءه قادر أنه يخاطب الناس على زوءه قادر أنه يكسب شعبية شعبية كتير كبيرة اليوم مولود برش الأسد بعتبره من الأشخاص اللي واعيين اللي صاحيين نمسح صحين واللي قادرين فعلا أنه يتعاطوا مع الأمور بكاريسمة كتير حلوة عندك هالة إيجابية جدا واليوم بتكتشف أنه عملك ما بيكتمل إلا ما تشتغل مع شخص أو جهة تانية الموليد الأوفار حظا بعدها 8 إلى 10 أيضا موليد 18 إلى 21 أب أغسطس بنتقل لبرش العذراء بالنسبة لبرش العذراء نهار ما تخاف منه يمكن الأمور بهذا نهار تحس من أول نهار أو من مبارح بالليل عارف أنه هيدا نهار صعب أو هيدا نهار تقيل أو هيدا نهار مهم إيه هيدا نهار مهم يمكن يكون امتحان يمكن يكون موعد يمكن يكون نقاش يمكن يكون مفوضة شو ما كان حتى لو ما عندك شي نوعية هيدا نهار هي امتحان لألك فهي بدأ تكون جاهز جاهز من أول نهار لآخر نهار وبكرة أيضا طول النهار اللي حلو أنه جهوزيتك بتوصلك بتكافأك وجهودك ما رح يروحوا دعان على الإطلاق ألا وفرحظنا 12-13 أيلول سبتمبر ومواليد أب أغسطس كمل مع برش الميزان مولود برش الميزان اليوم مبسوط ومرتاح مرقع عليه أربعة أيام من نهار التنين مولود برش الميزان مش عارف حاله شو قصته أصلا كل شهر نيسان أبريل منه شهر إيجابي أو منه سهل لمولود برش الميزان مع أنه كل السنية حلوة إلا شهر نيسان أبريل شهر متعب بالنسبة لألك بالنتيجة اليوم نهار بالنسبة لمولود برش الميزان بقله أنه هيدا نهار يمكن يقدم لك فرصة مختلفة منك متوقعة يمكن هيدا نهار يحمل لك تقدم أو فيه نوع من نقلة مختلفة أو من فرصة حدا بيقدم لك إيها يمكن تكون من شخص منك متوقع أو من مكان بعيد اليوم فيه إيجابيات أوي قلبك كون جريء وطراح الفكرة اللي بدك ياها ما تخاف أوي قلبك الأنشط موليد أيلول سبتمبر الأكثر حظا 8-10 أكتوبر كمل مع برش العقرب مولود برش العقرب وأخيرا الزيح تأثير هيدا النيومون السوبرمون على مولود برش العقرب يلي كان تأثيره مزعج تأثيره مكركب ما خلي لك صاحب مثل ما منقول ويمكن سبب لك أزمات اليوم نهار لتصحيح الأمور إذا بتتصحح يمكن كسرت الجرة يمكن ما عاد فيه مجال للصلحة استل برضو هيدا نهار بيخلي مولود برش العقرب أنه يشوف إذا فيه إمكانية اليوم فيه إمكانية اليوم فيه إحتمالات فيه بروابيليتيز فيه مجال لترتيب الأمور ومن ناحية تاني بدك تشتغل وتكمل أوراقك ومعاملاتك ما فيه مهرب منها القصة بدك تكون كاملي إذا فيه شي ناقص ما رح تصبط القصة الأكثر توترا بعد موليد أكتوبر 1-2-3 نوفمبر فكونوا حذرين منتقل لبرش القوس مولود برش القوس اليوم طالع باله يعمل مشكل أو قاعد باله بحاله عارف حاله متوتر عارف حاله خلقه دايق ما طايق حدا من أول نهار مش ظابط نهاره قاعد حامي حاله فجأة حدا بيتحشر فيه حدا بيستفزه بيسمع له خبرية لأنه عصابه كتير حساسي اليوم ضغري بينزعيش ضغري المشكل بيركب فكون حذر بدك تكون واعي لحتى تتجنب الوقوع في مشكل أو في أزمة خاصة مع أشخاص يمكن بتشتغل معهم أو مضطر تشتغل معهم أو عم تتعامل معهم اليوم بعد عن المشاكل القانونية وغيره بعد عن المشاكل وعد للعشرة اليوم دك طويل بيلك اليوم وبكرة بشكل خاص مواليد نوفمبر 19 و20 ديسمبر بنت إيه لا برشل شادي مولود برشل شادي حصوصك مبارح كانت مهمة جدا مهمة جدا جدا كانت رائعة وكنت بتعتبر من أقوى الأبراج حظا اليوم الحظ موجود لكن اليوم نوعا ما هالحظ بيطلب منك مقابل يعني بدك تنجح اليوم دك تشتغل بدك تتقدم بدك تشتغل عليها ما في شي على طبق من فضة لكن انت بتعرف بالنتيجة انه الجو العام مشرق يعني انت ما في عاصفي عندك بالعكس كل شي مطلوب منك شوية مجهود شوية مجهود يمكن اليوم تشتغل على المسألة صحية بتخصك أو بتخص أحد أحبائك قدم الشغل اللي لازم تقدمه بتشغل بالمدرسة وين ما كنت لأنه نجاح فيكون من نصيبك الأنشط هي موليد شهر ديسمبر بنتقل لها برشد دلو بالنسبة لها برشد دلو اليوم هو النهار يلي بيحطك تقريبا في مساوات مع الآخرين اليوم بتربح اليوم تكسب محبة تكسب دعم تكسب يمكن حتى تعاون الآخرين اليوم النهار حلو كتير لأنه فيه مصالحة فيه حب فيه نجاح بالشغل حتى وبالدراسة المشكلة اللي صار مبارح أو المبارح أو اللي القلق الهاجس اللي كان موجود في اليومين السابقين اليوم بيختفيوا بين اليوم وبكرة الأنشط موليد كينون التاني يناير أيضا الأكثر حظا أربعة لستة شباط فبراير بنتقل لأ برش الحوت بالنسبة لأ برش الحوت اليوم نهار النوعية هيدا نهار هو لحتى تقعد مع أحبائك أو تقعد مع الناس بتشتغل معهم بكل هدوء ورواء ما تتفلسة في كتير اليوم أنت حساس اليوم أنت بحاجة لحتى الناس تتعامل معك بكل هدوء ورواء لكن اليوم فيه ناس ما رح تتعامل معك بكل هدوء ورواء اليوم عصابك شوي حساسي وبالتالي دغري بتاخد الأمور على محمل شخصي أوكي يعني ما بتلقى مزح كتير اليوم أضف إلى ذلك أنه يمكن أنت جاي من البيت مع تعب مع قلق مع مسألة عائلية منها لقد مرتاحة فاليوم وبكرة مولود برش الحوت منه كتير مرتاح على وضعه عصابه شوي حساسي ما بتحمل بتضل موليد 18 و 19 أدار مارس الأكثر حظا أما الأقل حظا الأكثر حساسي هو 3 إلى 5 أدار مارس كونو حذرين بنتقل لمولود اليوم بنسبة لمولود اليوم سنة كتير مهمة هذه السنة فيك تبدع فيها فيك تغير فيها البدكي خاصة بشهر نوفمبر 20 الثاني هذه السنة بتقدر تتقدم فيها لكن مطلوب منك أنك تشتغل عليها تشتغل على حالك شهر أيار مايو هو من الأشهر الممتازي أيلول سبتمبر نوفمبر وكانون الثاني يناير إلى اللقاء بكرة أبراج جديدة وما تنسوا أنه في قرية الأبراج بتقدروا تحضروها وتشاهدوها مرتين كل يوم 7 إلى 4 صباحا وأيضا 10 وربع صباحا ضمن عالم الصباح باي باي